السلام الله عليكم يا جماعة الخير حلقيت اليوم عن أغرب أربع أماكن غير عادية وغريبة ومريبة على وجه كرة الأرض كلها يا جماعة الخير الأماكن الغريبة والعجيبة والمريبة منتشرة جدا على اليوتيوب لذلك أنا قررت أن أعمل سلسلة عن أخطر الأماكن على مستوى العالم كله في البداية أصلى على الحبيب المصطفى ولو مشترك في القناة اشترك حالا في القناة نقص على الزر اللايك فعل جرس التنبيهات دعونا نوصل الأفرب وقت 50 ألف مشترك ولكن في البداية قبل ما أبدأ حلقتي أنا اسم إبراهيم غانم أقدم برنامج ورائب وعجائب على اليوتيوب حاولت كثير ولكن الأثر شديد فشلت كثير جدا جدا لذلك قررت أن نعود وبدأ الانطلاق من جديد سنوقف إطلاقا كل يوم مقطع الساعة 10 مساء كبيرة أغرب الأماكن اللي ممكن تشوفها في حياتك على الإطلاق هي دولة اسمها إنذن واتو دولة جذرية تقع في جنوب المحيط الهادي ماليئة بالكوارث الطبيعية لدرجة إنها بتؤثر على سلس سكانها كل عام ومعرفش ليه سكانها قاعدين فيها لحد دلوقت ومش بس كده ولمدة أربع سنوات متتالية احتلت ندفواتو المرتبة الأولى عالميا باعتبارها أكثر البلدان معرضة للكوارث الطبيعية على مستوى العالم من أعجب وأغرب الأماكن اللي ممكن تشوفها في العالم كله وهو كوبري بيدي أي المدينة تحت الأرض مدينة صغيرة في جنوب استراليا تسمى بعاصمة القبل في العالم درجة الحرارة هناك شديدة جدا جدا لدرجة إن سكانها معظمهم إذا كان أغلبهم أو كلهم بيعيشوا أو بيكبرون إنهم يعيشوا تحت الأرض بسبب طبعا شدة الحرارة طبعا الأغرب من كل ده واللي إنت بتسمعه لسه إن خلال شهر الصيف إن ممكن درجة الحرارة توصل لـ 113 درجة مئوية لك أن تتخيل الناس ده عايشة إزاي وخد الأتقل بقى من المثير للاهتمام إن بدلا من الهروب من هذه المدينة إن معظم سكان هذه المدينة أساسا بيتكيفوا مع الوضع الحالي لمدينتهم في ظل الارتفاع الشديد لدرجة الحرارة حاجة أصلا الواحد أو العقل ما يصدقهاش أساسا والناس دي ابتقروا طريقة بجدة عبقرية جدا على إنهم يتكيفوا مع الوضع اللي هم عايشين فيه ويقدر إنهم يعيشوا ويكملوا حياتهم بشكل طبيعي في هذه المدينة اللي بقول لحضراتكم درجة الحرارة فيها بترتفع لمية وتلاتاشر درجة مئوية ومع ذلك إنما درجة حرارة السطح بتكون مرتفعة جدا الناس دي استخدموا حاجة بسيطة جدا استخدموا أدوات التعدين الخاصة بهم واستخدموا ثقوب في سطح التل ومش بس كده الموضوع ما وقفش على كده بل إنهم أنشاؤوا مساكن العايش فيها تحت الأرض وبإحصائية صغيرة جدا بيعيش أكثر من نص سكان هذه المدينة تحت الأرض ودي كان الأغرب والأعجب أصلا بشأن هذه المدينة وثالث مكان معانا يعتبر أغرب وأعجب مكان ممكن تشوفه في حياتك وهو بوابة بلوتو أيوا اسمه زي ما بقولك كده بالظبط المكان دي سيدي كان بمثابة موقع ومكان مخصص ديني طبعا لعبادة الآلهة وطبعا مكان مخصص لعبادة الآلهة والبوابة اسمه بلوتو يعني مكان مخصص لعبادة الإله بلوتو وعلى اعتقادهم والله أعلم إن بلوتو دي هو هاكم العالم السفلي لدى الأغريق القدماء ودي طبعا على حسب رأيهم واعتقاداتهم اللي أنا معرفش حاجة عنها والله ومن المفترض أو من المعروف إن الموقع دي تم إنشاؤه 190 قبل الميلاد واللي هيصير إعجابك أكتر إن الموقع دي أو المكان دي تم اكتشافه أساسا عام 1965 وطبعا انت شايف فرق كبير جدا بين المدة الزمنية اللي تم إنشاؤه فيها والمدة الزمنية اللي تم اكتشافه فيها وده اللي ممكن يصير إعجابنا كلنا والغريب أكتر إن البوابة ديت أساسا مبنية على قمة كهف قمة الكهف ده بينبعث منه غازات سامة كتيرة جدا مش بقول لك الموضوع مريب وعجيب وفي نفس الوقت مرعب شو أخي بالك لسه ولي والأكتر من كده إن المكان دي أساسا كانوا بيقولوا عليه أو معروف لدى الإغريقة القدماء ببوابة الجحيم مش قلتلك الموضوع مرعب بشكل كبير جدا إنت مصدقتنيش وآخر مكان معانا وهو أخطر مكان حرفيا وبمعنى الكلمة هو قلعة هسكا الكوطية مش القطية لاستياد الشياطين وطبعا إنت أول ما شفت العنوان دلوقتي بتبص لنفسك وبتقول إن الحلقة دي كلها رعب في رعب فأنا بقول لك أصبر لأن الرعب أساسا لسه مجالش بيقول لك عند الحديث عن القلاع لابد إنك تتذكر قلعة هسكا الكوطية والتي تقع على بعد 29 ميلا من براغ في جمهورية اللي تشك وبيقول لك إن القلعة اللي بتعود إلى القرون الوسطى تتشهر بالقلعة الكوطية أو بمدرسة الفرسان أو بالقلعة الخضراء المليئة بالرسومات الكوطية المتأخرة وهي واحدة من أفضل القلاع الكوطية المحفوظة في العالم بيقول لك إن تم بناء القلعة خلال النصف الأخير من القرن الثالث عشر والغريب أكتر ولا هيثير اندهاشك أكتر وأكتر قلعة دية لم تكن بالقرب من مسطح مائي ولا كان لها أهمية استراتيجية ولا حتى حتى كان بيعيش فيها أساسا وهتسأل نفس السؤال اللي أنا بسأله النفسي دلوقتي وهتقول يعني ولا لها موقع استراتيجي ولا أهمية ولا حتى بيعيش فيها طب ليه تم بناءها أساسا من الأول؟ بيقول لك أساسا أن الغرض من إنشاءها هو استياض الشياطير أوبا الحوار بدأ يدخل في الجد والموضوع شكله هيكبر أكتر ما هو كبير أساسا ويزن يعني مش كلام أكيد إن بوابة الجحيم اللي إحنا لسه متكلمين عليها من شوية قد فتحت في هذا الموقع اللي تم بناء فيه القلعة وبيقول لك إن تم بناء القلعة حول بوابة الجحيم اللي هي بوابة بلوتو اللي إحنا تكلمنا عليها من شوية وبيقول لك إن هي طريق يعني للعالم السوفي بتقول الأسطورة إن الكنيسة القوطية تم وضعها فوق حفرة مباشرة لمنع دخول الشياطين إلى بقية العالم أو منع الشياطين من الوصول إلى بقية العالم هل هذا الكلام صحيح أم كذب الله أعلم ولكن كده تكون حلقتنا خلصت استنونا بكرة خلال الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة أنا إبراهيم غيم لاحظ كثيرا صحيح